السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين اثنين ايلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الاسد حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء حتى تمام الساعة 14 دقيقة عصرا من عصر يوم الاربعاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان القمر اليوم موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة الربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى تمام الساعة 12 و20 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزوهج وبما ان القمر رح يظل موجود لغاية ساعة الصباح في برج الاسد معناة الناس من حوله بظلوا اكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصف التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفي مع الحبيب ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة اجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الأحبة أو الأبناء ويمكننا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتد الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لألنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاوية وعنا خلو مسار الزاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي زاوية رح تكون الساعة 12 و 25 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي قبل خلو المسار وبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للحدث اللي بعدها وهو خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 12 و 25 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الأحد على الاثنين ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 43 و 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 43 و 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غدائي أو تمارين رياضي بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ومنذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأنه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هذا الوقت هو أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكان تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعيلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعة الصباح إن القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح وبعدين من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا البنكرياس الأمع الدقيقة الأعمر القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية بس مش بفترة خلو المسار مناسب أيضا هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا مش بفترة خلو المسار ولكن في ساعات النهار ما بنصح بعمليات التكميم للمعدة أيضا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر أو الطرق التقليدية لآخر يوم يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج العذرة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ببدأ الساعة أربعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة أربعة وحد عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم الساعة تنتين وأربعة وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتح سلهام بنسبة عشر في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الأسد ورح ينتقل ساعة الصباح للعذراء ورح يظل بالعذراء ليوم أربعة تسعة سعيد الآن بنسبة أربعين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة عشر في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة العصر منتحس بنسبة عشر في المية عطارة في الأسد حتى يوم تسعة تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهراء في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين 9 منتحس بنسبة 15% الآن ساعة العصر منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزة حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بالظل العاطفي قوية ورغبتكم بالتقرب من أحبائكم حتى تمام الساعة الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه اليوم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بدكم تنظموا الوقت بشكل جيد وتنتبهوا على صحتكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بدكوا تتجنبوا دخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الصباح وممكن تظهر بعض الأعطال أو الظروف العائلية اللي تزعجكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضاً بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بيضل نشاط بالاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بدوا يركز بشكل جيد وانتبهوا على الطرقات أثناء القيادة من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي يعني يشغل أفكاركم ومرضو تجنبوا دخال أي تغيير جذري على مسكنكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان تجنب شراء أي حاجية ثمينة وانتبهوا على أموالكم صحيح أنه بظل في بعض الفرص المالية من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن برضو بتنتبهوا من المؤامرة المالية أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات اليوم عندكم قدرة على الإقناع والنشاط وأيضا على المستوى العاطفي منتازه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل في نشاط عندكم واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا أنكم ما تبادروا بأي عمل جديد لأنه في خلو مسار لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وأحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم يكون في بعض المفاجآت المالية أو المكاسب المالية الغير متوقعة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة التعب اللي بتشعروا فيه هذا اللي إلوه كم يوم الآن بيبدأ يخف من الآن وحتى ساعات الصباح بتبلش الأمور تتحسن بشكل جيد ولكن بيكون تنتبهوا من الآن لغاية ساعات الصباح أنه بظل فيه بعض الضغط من ساعات الصباح وما بعد بتنتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل فيه نشاط اجتماعي وممكن تلتقوا الأصدقاء أو يتوجه لكم دعوا إلى حضور حفلة أو مناسبة ولكن بتكن تنتبهوا أنه شوي بيبلش الضغط يزيد عليكم لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب في ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسنوا أمر في الأيام القادمة لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الصباح وحاولوا أنكم ما تغمروا ما تجازفوا وما تدخلوا بأي جدال مع المسؤولين أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء وأنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وأيضا بإمكانكم تستعينوا ببعض المعارف لإتمام بعض الأمور برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة بديوا يستعد بشكل جيد لأنه زي ما حكينا البيت التاسع صحيح أنه في بعض الأمور الجيدة لإلك ولكن ما في داعي للمغامرات بظل في اتصالات ومراسلات وحوارات مع الأجانب أما من ساعات الصباح بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بديك تتجنب الخلافات وتسعى لطلطي في الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تفحصوا حساباتكم المالية واحذروا من أي خطوة مالية جديدة من الآن وحتى ساعات الصباح وحاولوا أنكم ما تكفلوا حد وما تدينوا حد فلوس أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة ناقية السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة من الآن وحتى ساعات الصباح أهم شيء أنه ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر وما تدخلوا بأي جدال أو أي حوار حاد ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتكونوا تواصلوا عمالك السابقة وتنتبهوا لصحتكم من الآن وحتى ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم الطاقة بتبدأ القل لأن القمر بيتجه لمقابلتكم تماما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات ولا الضخم الأمور هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء